هذا وقد أجرى لتلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب حيث أكدوا على أهمية تغليض عقوبة التحرش والتنمر لما لها من آثار سلبية على المجتمع الحقيقة النهاردة كان معروض علينا أثناء الجلسة العامة منقشة قرارين لرئيس الجمهورية خاص باتفاقيتين قرار رئيس الجمهورية 474 لسنة 2020 وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2020 والقرارين متضمنين اتفاقيتين خاصة بتأسيس شركة أفريقيا 50 واحدة لتمويل المشروعات لتطوير المشروعات متعلقة بالبنية الأساسية الحقيقة دي تعتبر مهمة جدا لمصر لأن مصر زي ما احنا عارفين هي على رأس الدول الأفريقية وتهتم مصر جيدا بالمشروعات التي تتم كنا بصداد مناقشة بعض التعدلات المحتروحة على قانون العقوبات والحقيقة دي مش أول مرة احنا على مدار السنوات الماضية نقشنا العديد من التعدلات التي تم ترحاها على قانون العقوبات لتغليز عقوبة بعض الجرائم اللي بتمث بشكل مباشر المرأة المصرية ويمكن تغليز العقوبة بيجي من منطلق دعم القيادة السياسية ودعم فخامة الرئيس للمرأة والحرص الدائم على تقليل حجم المضايقات والجرائم اللي بتواجه المرأة المصرية بشكل مباشر فيمكن تم تعديل قانون العقوبات أكثر من المرة لتغليز عقوبة زي عقوبة التحرش الجنسي والاختصاب ويختاني الإناس ولعديد من الجرائم اللي بتمث المرأة المصرية بشكل مباشر